كمن يسمع جعجعة ولا يرى طحينا هذا هو حال اليمنيين مع الوديعة الصعودية التي اعلن عنها في وسائل الاعلام ولم تر طريقها الى الحسابات البنكية بحسب تصريح مسؤول حكومي رفض الافصاح عن زمه مجددا ينهار الريال وتصل قيمته امام الدولار الى اكثر من 500 ريال وقيمته امام الصعود الى اكثر من 130 ريالا في صنعاء وخلال يوم وليلة قفزت اسعار الغاز المنزلي الى 7000 ريال وعادت طوابير المواطنين الطويلة الى مختلف الشوارع واصيبت حركة التنقلات بالشلل كون الكثير من السيارات باتت تعمل بالغاز ورغم ان الموانئ مفتوحة لاستيراد جميع المواد النفطية الا ان الحوثيين حولوا البلد الى سوق سوداء كبير وبحجة الحصار التي لم تعد تنطل على المواطنين اكثر مما يروه باعينهم في بداية الشهر الجاري اطاح الرئيس هادي بالقعيط من البنك المركزي بعد ارتفاع اصوات المنادين باقالته لكن البديل محمد زمام خيب امال الكثيرين الذين يرون فيه امتدادا للوبيات الفساد والمحسوبية منذ تعيين زمام لم يتوقف انهيار الاقتصاد بل ازداد الوضع سوءا وتراجع الريال من 430 ليتجاوز الخمسمائة ريال ترتفع اسعار البضائع والمواد الغذائية ارتفاعا لا يعرف الا اتجاها واحدا يتجلى بخسارة اليمنيين فرص العيش وامام هذا الارتفاع الجنوني للاسعار تغيب رقابة السلطة سواء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية او مناطق الحكومة اليوم يقف التحالف وفي مقدمته المملكة العربية السعودية امام التزام اخلاقي ودولي تجاه ما يحدث في اليمن فالبلد الذي تخوض فيه حربا من اجل امنك القومي لا يمكن ان تترك فيه 22 مليون انسان بحاجة لمساعدات انسانية بحسب اخر تقرير الامم المتحدة ان شعبا عظيم في تاريخه وكريم في عطائه الانساني يقف على ابوابكم هنا مناشدا فيكم روح الانسانية لوقف هذه الحرب وانهاء الانقلاب فلا تتركوه يتوسل الفتاة لا سيما وان التحالف لا يزال يمنع الحكومة الشرعية من ادارة مواردها الاساسية وتحصيل ايراداتها لخزينة الدولة فكيف يرجى ممن يمنعك من حقك ان يمنحك شيئا منه